نتائج لهذه التحقيقات حتى لو لم تعلن بشكل مباشر لكنها سوف تقود إلى المتسبب بهذا الحادث وكما تشير المصادر والأخبار الأولية إلى أن الطقس وكما ذكرت يا حضرتك والمناخ في تلك المنطقة كان مضطربا لكن هذا الأمر مرهوم بتقديرات المختصين في مجال الطيران في مجال المناخ وربما قد حصل أثناء الأقلاع أو بعد الأقلاع حصل نوع من التغير في الطقس في تلك المنطقة لم يكن ضمن المخطط له أو المرصود مسبقا طيب سأكون معك فيما يتعلق بحالة الطقس حتى نفتح شفرات اللغز تحطم طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ولكن بحسب الدبلوماسيا الإيرانية الآن أمير الموسوي فقال بأن هناك بيان مهم وربما مؤلم سيصدر بعد قليل بشأن حادثة الرئيس الإيراني نفتح شفرات لغز هذه الحادثة سيد علي قلت بأن حالة الطقس كانت سيئة جدا وهذا ما هو واضح أنا معك ولكن كان وهذه بحسب بروتوكولات للطيران وبحسب مختصين أيضا كان بإمكان الطيار أن يعطي نداء استغاثة في حال رؤيته بأن الطقس قد يؤثر على الرحلة وبإمكانه أن يتصل ببرج المراقبة طيب كانت هناك دراسات من المفترض مناخية قبل الرحلة بثلاثة أيام لماذا أصبحت هذه الطائرة لربما محط اهتمام بأنها بسبب الطقس هل هناك لربما دول متورطة دول إقليمية أنا لا أعفي إسرائيل ولا أعفي الولايات المتحدة من هذا التورط بماذا تعقب نعم طبعا باب الفرضيات ما يزال مفتوحا حتى تتوصل الجهات المختصة في إيران إلى واقعة ما جرى وحقيقة ما جرى إيران لديها الكثير من الخصوصية في العلاقة والعداء سواء للدول القريبة منها أو حتى للدول التي ذكرتها كالولايات المتحدة وغيرها من الأطراف التي تضمر العداء لإيران وتحاول تقويض نفوذها في المنطقة لكن هذه الدول لديها معرفة تامة بطبيعة النظام في إيران وكيفية إدارة الدولة هناك وإزاحة شخص عن الموقع لا يعني تغير في سياسة إيران وربما من يخلف السيد إبراهيم رئيسي سوف يكون أكثر تشددا على تلك الدول والأطراف ونتحدث يعني خلال العشرة ساعات التي مضت أو الخمسة عشر ساعة التي مضت من أعلان خبر فقدان الطائرة لم يحدث أي شيء عندما نتحدث عن نظرية المؤامرة أو فرضية المؤامرة داخل المشهد الإيراني ولم يتزعزع النظام هناك وطبيعة الحياة في كافة الأراضي الإيرانية إذن هنا تستبعد هذه الفرضية لكن عندما نتحدث في مقابل ذلك ربما هناك أطراف داخلية في إيران يعني عمدت على إقامة هذا الأمر أيضا هذا الأمر متروك للتحقيقات لكن أتصور قوة النظام وفرضه لواقع أمني شديد للغاية داخل الأراضي الإيرانية يمنع حدوث مثل هكذا حالات خصوصا عندما نتحدث عن مرور طائرة الرئيس في موقع معين ومناسبة سوء الأحوال الجوية ما مشكلة ولاية الفقيه أو دولة ولاية الفقيه مع سوء الأحوال الجوية أذكرك فقط قبل أعوام بمقتل العالم معالم الطاقة والذر النووي فخري زاد قتل بنفس الظروف الغامضة وأيضا أذكرك قبل أعوام هناك خمسة عشر قائد لربما أو قياد أو جنرال على ما أذكر قتل بنفس الظروف رجحت بعض الشخصيات المختصة قالوا بأنهم قتلوا بالذكاء الإصطناعي ما الذي يحصل بالضبط؟ يعني ممكن أن نفصل الحوادث التي حصلت عن هذه الحادثة رغم أهميتها رغم فداحة الموقف ذكرت في البارت الأول أن فرضية المؤامرة ما تزال قائمة في هذا الموضوع ولكن نتحدث عن احتمالية أن يكون الحادث عفوي إلى حد كبير والأمر كما يقال قضاء وقدر وإن كانت السياسة لا تؤمن بهذه المسميات نعم عندما تصل الأجهزة الاستخباراتية التي سوف تستعين بجهات أجنبية أتصور الاتحاد الأوروبي ردت أقول الاتحاد السوفيتي روسيا وتركيا صديقة وحليفة نعم وتركيا أيضا لديها علاقات طيبة ممكن أن تساعد في التوصل إلى نتيجة مهمة وواقعية كون هذا الأمر يعني يعنى إلى حد كبير بالأمن القومي التركي وكذلك الروسي ومن هنا يمكن تسليط أو توجيه أصابع الاتهام إلى طرف بحد ذاته أو يمكن للنظام في إيران وجهزة الاستخباراتية أن يقوم أو يتخذ نوع من الحيطة والحذر أو إجراءات احترازية تحسبا لأي حالة معينة لكن هذا الأمر يعني متى نقول أنه حادث عرضي أو أنه مدبر ننتظر يعني تبعات هذا الحادث هل ستعقبه أعمال معينة تخريبية عنف احتجاجات إلى غيره سيد علي حضرت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر